اههه ههه 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 هآننا اخلاقنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء بداية ولكل شيء نهاية وما بين البدايات والنهايات تفنى الأعمار وتتحقق الإنجازات ويثقل ميزان العبد عند الله سبحانه وتعالى ما أجمل البداية أن تكون مع القرآن خصوصا في شهر رمضان شهر القرآن يقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان هذا القرآن العظيم الذي نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي جبريل المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المعجز بآياته المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس احتوى القرآن الكريم على ثلاثين جزء وعلى مئة وأربعة عشر سورة وعلى ستين حزب وعلى ستة آلاف ومئتين وست وثلاثين آية وحث الله تبارك وتعالى على فضل تلاوة القرآن والإقبال على القرآن الكريم فقال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وقال جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عظيم يحث على تعلم القرآن وتعليمه فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه عثمان بن عفان خيركم أي أفضلكم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ويقول عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس قيل منهم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يا له من مكان عظيم أن تحفظ كتاب الله عز وجل وأن تتل آيات القرآن فمعية القرآن معك معية الله عز وجل معك فأنت من أهل الله جل وعلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أي الذي يقرأ القرآن بإتقان هذا مع الملائكة والأنبياء والصالحين مكان ورفع عظيمة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع به وهو عليه شاق فله أجران أجر قراءته وأجر مشقته يا له من فضل عظيم فهل من مقبل على القرآن؟ فهل من مقبل على كتاب الله عز وجل هذا الكتاب العظيم الذي فيه الهدى وفيه اليقين وفيه النور المبين؟ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآننا نسمو به قرآننا نور الحياة قرآن رب العالمين نور هدى حق مبين سدن النبي أخلاقه فيها العلا سدن النبي أخلاقه فيها العلا أخلاقه فوق السماء أخلاقه فوق السماء سدن النبي أخلاقه فيها العلا